اشتركوا في القناة هنحتاج منها الغطى هنطلع البلاستيكية اللي جوه الغطى بالشكل ده وهنعمل ثقب صغير فتحة صغيرة من جوه الغطى في النص كده بأي مفك عندنا أو أي مصمار وهنعمل فتحة تابعوا الفيديو للنهاية بجد الفيديو هيعجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك الجميل واللي مش مشترك يعمل اشتراك وعمل مشاركة للفيديو عشان يوصل لغيرك ياريت تكتبوني في التعليقات بتتابعونا منين هنفتح فتحة بالشكل اللي احنا شايفينه ده هنوسحها شوية بالمقص أو بأي شيء موجود عندنا حبينا تكون واسعة شوية بالمقص كده بوسحها وهنحتاج نفت ان نقص كده بالجنب في الغطا من ناحيتين زي ما احنا شايفين كده من ناحية التانية على قصادها بالشكل ده وبعد ما نقصها هنشيل القطعة الزيادة دي وهنحتاج اي طبق ملوش اي لازمة عندك او رخامة او جيرانيتة اي شيء كده انا عندي طفاية كده ملوش اي لازمة عندي هستخدمها تمام وهنحتاج قطعة قطعة مناديل ده ورق مناديل ده تمام اي ورق مناديل عندك هنحتاج قطعة صغيرة كده وهنلفها تمام ما تنسوش انتم بتتفرجوا علينا كده تدعموني باللايك الجميل بتاعكم اللي هو بيدعمني وبيشجعني الى انا استمر في تنزيل المحتوى تمام طبعا احنا مش هنحتاج دي كلها هنحتاج قطعة صغيرة بس هندخلها في الصقب الفتحة اللي احنا فتحناها بتاعتنا لفها شوي عشان تدخل معايا في الفتحة بالشكل ده وهنتنيها في الفتحة هنتنيها بالشكل ده اهو الفتحة اللي احنا قصناها هنحتاج بقى زيت مستعمل مش هنقولك زيت جديد هنقولك زيت مستعمل اي زيت بواقي اكل مستعمل هنستعمله في الفكرة بتاعتنا دي فكرة بجد هتعجبكم تابعوا معايا الفيديو عشان هتشوفوا هعملكوا اي دلوقتي وهتشوفوا الفرق ما بين حكتين برضو هنعملها قدامكم تمام هي كده جاهزة هنجيب الزيت المستعمل بتاعنا وهنفضي في الطبق او في الطفاية اللي انا استخدمتها ده بالشكل ده ده زيت مستعمل على فكرة تمام ما تنسوش تدعموني باللايك الجميل بتاعكم واعمل مشاركة للفيديو عشان يوصل لغيرك فكرتنا بسيطة و سهلة جدا و هنحتاجها هنجيب نقطة كده من الزيت على المنديل من فوق كده تمام الزيت عشان يغزل المنديل من فوق تمام واللعبها وتفرج وشوف دي تفضل معك ساعات هوريكم هتفضل معك ساعات هنعمل مقارنة هنولحها هي وهنولع الشمعة العادية تمام وشوف هتخلص الشمعة الاول ولا الفكرة اللي احنا عملناها هنسبت الشمعة هو ولعناها ولعنا الشمعة في الاول كمان وهنولع الشمعة بتاعتنا احنا اللي مش بتنطفي تمام وهوريكم بنفسكم دلوقتي طبعا عشان هي قعدت فترة طويلة انا سرعت لكم الفيديو انا سرعته عشان مطولش عليكم لامها قعدت فترة طويلة يعني الشمعة ودي بصوا بصراحة عملت مقارنة الشمعة خلصت وطفت معايا والفكرة اللي احنا عملناها لسه موجودة وشغالة ومنورة لو لما انا خلاص طفتها يعني الشمعة معايا تطفت وهي لسه فأنا طفتها تمام بصوا ده الفرق ممكن تنفعنا طبعا اثناء قطع القهربة ممكن تنفعنا في كل شيء بصوا يعني انا محبتش اطول عليكم يعني انا خلصت الفيديو لو كنت طولت عليكم ووريتكم الفرق شفتوا بصوا خلصت الشمعة خلاص اتكلت والشمعة بتاعتنا اللي احنا عملناها بالزيت المستعمل وورق المناديل يعني ورق مناديل لسه شغالة ومنورة وتقعد معاك ساعات منورة بصوا شمعتنا منورة ازاي والشمعة العادية خلصت خلاص انا معاكم اقول حد ما تنطفل وحدها ومش مكلفة ولا محتاجة اي اي تكلفة ورق مناديل وزيت مستعمل بس وغطى بتاع علبة دواء فرغة ما تنسوش بقى الفكرة بتاعتنا لو عجبتكم ما تبخلوش علي باللايك الجميل بتاعكم وكتبوونا في التعليقات بتتابعونا منين اعمل مشاركة للفيديو عشان يوصل لغيرك بصوا الشمعة يعني ما عليش انا طولت عليكم خلصت الفيديو بتاعي من بدري بس انا عاوز اوريكم الفرق يعني بصوا يعني اي هتنطفي الشمعة هتنطفي التكلة شايفين التكلة ازاي الشمعة ودي ما زالت لسه مولعة وتفضل مولعة معك لساعات طويلة خلاص اي بتنطفي يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم ما تنسوش ما تبخلوش علي باللايك الجميل بتاعكم وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد واعمل اشتراك ومشاركة للفيديو اكتبولي في التعليقات بتتابعونا منين اشوفكم على خير ان شاء الله اه الفيديو القادم بصوا خلاص ماخدين بالكم بتموت اهي الشمعة خلاص هتنطفي شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته